بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أعلى وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات قناة تطبيق زرع سطحك للزرع المنزلية ده الفجل والجرجير اللي زرعناه مع بعض كبر هوات نسبيا كويس خلاص أدرقتف منه وكمان كنا زرعين مع بعض الفول الأخضر أو الفول البلدي أو الفول الحراتي هوات أي إن كان المسمى بدأ يطلع برضو وينبت هنبدأ بقى نسمد الفضار ده هوات لأن طبعا النبات بيستهلك من التربة ومن مخزون العناصر الغذائية من التربة وبالتالي لابد أنك تعمل عملية التعويض للعناصر الغذائية التسميد أنا ما بسميتش نهائي بمواد كيميائية ولا أسميدة كيميائية حتى الNPK ما بستعملوش خالص إنما بستعمل غالبا سماد الكمبوست أو شاي الكمبوست إيه هو سماد الكمبوست سماد الكمبوست عبارة عن المخلفات النباتية المتحللة مع التربة بتعمل ازاي ببساطة خالص بيجيب جرد الأوعاء زي ده هوت وجيب مخلفات البيت المنزلية اللي هي النباتية زي بوائي إشر بطاطس إشر الموز إشر الخضروات الفواكه جميع انواع الخضروات والفواكه بحطها وأحط عليها طبقة من التربة الزراعية وبعدين أرطبها أرش عليها قليل من الماء كده بحيث تب مرتبة وبعدين أسيبها متهوية يعني أغطيها بشبكة بحيث أنها تتهوى في نفس الوقت ما يدخل لها حشرات تحط البط بتاعها في الكمبوست بتاعي وبعدين أبدأ أقلبها كل يومين أو كل يوم أقلبها أقلبها في بعضها لمدة شهر تقريبا في حدود شهر برجع أشوف الكمبوست إذا كان تحلل تماما زي ما تشاهدين هو تحلل تماما لا يوجد فيه أي وجود لأي خضروات أو أي فواكه إذا كان تحلل تماما ساعتها بقدر أسمت به بسمت به ازاي؟ الموضوع بكل بساطة هذا يعتبر سماد بقدر زي ما هو كده أحطه على التربة أفركه كده هوت وحطه على التربة كأنه سماد بالزبط هو منه سماد ومنه تربة بيعل التربة أهو أحط في مناطق مختلفة في الحط بتاعي وأروي عليه بمجرد أن أروي عليه المياه بتاخد المواد الغذائية الموجودة في الكمبوست أو في الكمبوست وتنزل به لنبات وتمده بالعناصر الغذائية المختلفة الشاي الكمبوست عبارة عن أن أخذ الكمبوست وحطه في ماء وبعد كده هو تسيبه المدة معينة حوالي ثلاثة أسابيع وقعد أقلبه وأهوي برضه وبعد كده هوت أستعمله ولكن طبعا عملية إنتاج شاي الكمبوست أخذ الكميات يعني أنا أخذ بالتقريب كده مثلا أحط كمية يعني مناسبة مش كتيرة قوي يعني قبضتين مثلا حسب الحوض وحسب المكان هنا أنا حطيت الحوض هبدأ بقى أن أنا أروي الحوض نبدأ بقى بعملية الري الري بقى بيأخذ المياه المياه بتاخد المواد الغذائي الموجودة في الكمبوست تنزل بقى على الجدور والجدور تمتصة بتسهل عملية الامتصاصة هو طبعا الكمبوست بيبقى أسهل في الامتصاص ولكن للناس اللي حابة تعمله هو بسيط جدا ولكن يحتاج بس صبر في نهاية الفيديو ونزله تحت في الوصف بتاع الفيديو هتلاقوا تطبيق ازراع سطحك تطبيق ازراع سطحك للزراع المنزلية تطبيق مجاني بيقدم معلومات زراعية حملوه حالا واستفادوا بيه ونشروه تنسوش تعملوه الريت على البلاي ستور وان تنسوش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة